موسيقى نعود لمتابعة هذه الحلقة وهذا الحوار مع الأستاذ أسعد هرموش إذن بموضوع الاستحقاق البلدي هل اليوم هذا الاستحقاق هو الفرصة لإعادة توحيد الصف السني وماذا تخبرنا عن المساعي لترتيب البيت السني نبعا على المستوى ترتيب البيت السني كان فيه مبادرة أطلقتها الجماعة الإسلاميين نعم باتجاه التقائنا بسماحة مفتي الجمهورية الشيخ عبدالطيف داريان مع دولة الرئيس سعد الحريري وكذلك التقائنا بالوزير عبدالرحيم مراد وعندنا لقاء صار لقاء جانبي لكن في لقاء مركزي مع دولة الرئيس نجيب ميقاطي نعم وبقية أفريقاء الساحة التي تلتقي حول الهم الوطني والإسلامي ليس من منظور طائفي وليس من منظور مذهبي وإن من منظور وطني نعم لأننا نرقب كذلك بالمقابل أنه على المستوى الشيعي أنه هناك تفاهم بين أمل وحزب الله على القضايا التي تتعلق بالكثير من القضايا المفصلية الداخلية هناك تفاهم بين الوزير جنبلاط والوزير طلال إرسلان حول الأضايا التي تتعلق بالبيت الدرزي هناك تفاهم كبير عندما جمع البطريارك الرعي الأقطاب الأربعة الكبرى ومن ثم جرى توقيع الاتفاق القائم بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية بقي البيت السني الحقيقة في حالة بعثرة وهذا نتج عن كان في غياب لدولة الرئيس سعد الحريري في القارج مع عودته نعتبر أن الاطلاع بمسؤولية ترتيب البيت السني هي مسؤولية جميع الأفريقاء لا يمكن لأي فريق مهما أعطي أن يكون هو المسؤول عم تردي الواقع داخل الطائفة بمفرده ولا أن يكون هو المتحمل لكل المسؤولية من الصحيح نعتبر أن الطيار المستقبل هو الشريحة الأكبر والأوسع انتشاراً وهو متقدم على الآخرين ويتحمل مسؤولية أكثر من غيره لكن لا يمكن أن يكون هو المسؤول بمفرده هناك الحالة الإسلامية تطلع فيها الجماعة الإسلامية بدور أساسي في الإمساك بما يسمى بالحالة الإسلامية وبالحركات والجمعيات وهذا نحن نمارسه من خلال لقاء تشاوري يجمع الجماعة مع كل الحركات الإسلامية السنية بالبلد للوصول إلى مخارج محددة ومواقف مشتركة تتعلق بكل النظرة لما يسمى بخضية الأصولية والإرهاب وتطرف ومشابه لأنه نعتبر أن النار المشتعل حولنا نعم هي نار قوية جداً وربما تلفح الواقع اللبناني فنحن نمارس نوع من الحصانة لهذا الواقع اللبناني أضف أنه على المستوى الأداء السياسي هناك تراجع بحضورنا السياسي داخل السلطة هناك افتئات على موقع رئيس الحكومة وعلى أضعاف موقع رئيس الحكومة هناك مسؤوليات كبيرة بحاجة إلى مدارسة ومناقشة داخل أركان الطايفة مطلوب بالحقيقة بس مطلوب من الرئيس الحريري تحديداً ومن طيار المستقبل أن يكون ذلك الحاضن الكبير الذي يفتح قلبه لكل قوى الطايفة ويعتبر أنه متقدم بين متساوين أنه يعني يصر على أو يطرح التنوع ضمن الوحدة أن يكون هناك صياغة جديدة لواقعنا بعيدة عن الأداء السياسي السابق لأنه ثبت أنه فشل الأداء السياسي السابق نطلوب أن نضع خطة جديدة تجمع القوى توحدها باتجاه حشد كل التخطف أمام ما يجري في المنطقة من استهداف كبير وأمام مشاريع المنطقة الكبرى وأمام استهدافات المنطقة الكبرى وما نشهده على مستوى اليمن، سوريا، العراق، سوريا وصولاً إلى لبنان كل هذه القراءة التي انتطلق من مشروع كبير وصولاً إلى المشروع الصغير تدفع باتجاه جمع الصف وتوحيد الكلمة بعيداً عن الحسابات السياسية الضيطة عالمية، أديش وصلتوا بالعالمات بنجاحكم بترتيب البيت السني؟ يعني هل مساعي تشمل الجميع؟ مثلاً أنا وأنا أتابع هذا الموضوع كان في تساؤلات مثلاً عن النقب السبق أسامة سعد هل هو داخل هذا الترتيب؟ هل الانتخابات البلدية رح تكون المحك أو المختبر لترجمة هذا التوافق؟ وين مكان؟ أم أنه رح يصير في محلات على القطعة؟ يعني هذي عدة تساؤلات عم تنترحها أستاذ أسعاد الحقيقة أنا بقول نحن النائب السابق أسامة أسعاد ما التقينا لكن الجو بصيدة التقاه على المستوى المركزي أنا بقول الجماعة الإسلامية تيار المستقبل الرئيس ميقاتي الوزير عبد الرحيم مراد تقريباً هي دار بالجو وهناك تفاهم كذلك ممكن نلتقي الوزير صفاضي الوزير فيصل كرامي بشكل أنه أن يصار إلى جمع كل هذه القوى تحت عبائة دار الفتوى بكونها دار الفتوى تمثل مرجعية سياسية دينية وطنية كبرى بالبلد أنا لمست من غالبية هذه القوى التي ذكرت موافقة على هذا المشروع نحن صغنا مبادرة مكتوبة ما أنه أفكار متداولة بورقة مكتوبة من ثلاث صفحات الآن يعكو في كل فريق على دراستها وبالتالي تسجيل ملاحظات عليها لتكون نواة لجمع أركان الطايفة حول أهداف معينة هذا الأمر أوجد بتحديدا متى المستقبل بالبداية صار فيه جلسة مع دورة رئيس سعد الحريري وتم تشكيل اللجنة لسياغة رؤية وطنية لهذا الموضوع مكونة من الأمين العام طيار المستقبل الشيخ أحمد الحريري وأنا هذه اللجنة عقدت عدة اجتماعات وعمت صيغ مشروع للوصول إلى وثيقة تفاهم مشتركة بيننا وبين التيار بداية نعم وهناك اتفاق على ترتيب كل الأمور بكل الاستحقاقات النقابية والبلدية والسيئسية وما شابه عندما جاء استحقاق البلدي بصيدة نحن كان في عنا قرار قبل من شهرين بإعلان طرحنا وتأييدنا للرئيس محمد السعودي والرئيس محمد السعودي كان مقبول من كافة الأفريقاء داخل صيدة وأنا كما عرفت أنه صار في جلسة مع الأستاذ أسامة سعاد لأن يعرض وعرض عليه الرئيس السعودي أن يكون ضمن هذا التوافق السيدوي للأسف أقول أنه هو لحسابات خاصة به رفض أن يكون ضمن هذا التحالف فهون انفرض علينا معركة في صيدة نحن ما كنا نريدها خاصة أنه فيه توافق ببيروت فيه توافق بترابلوس وفيه سعي لتوافق بترابلوس ونحن عم نتابع الاتصالات والاجتماعات وفيه توافق هلأ بالأقليم وفصال فيه اتفاق سياسي بلدي اتفاق سياسي بلدي بين الجماعة الإسلامية والتيار المستقبل والحزب التقدم الاشتراكي فيه كمان توافق بالبقاع بيننا وبين تيار المستقبل وبين الوزير عبد الرحيم امراد فنحن تركين وفيه توافق بعكار فيه توافق بالقلمون فيه توافق بكثير من البلديات فالجو العام يميل إلى أنه نخفف من حجم المناكفة والمعارك ونطرح نحن شعار المشاركة للمغالبة الاقتلاف لالخلاف المشاركة للمغالبة الاقتلاف لالاختلاف وبنتقدر يسحب سعى الجميع والسحب سعى الكل والكل يحط كتف وليش لا تكون مادة صراع خاصة بينها دايما يجري حوق بلبنان وكل المنطقة فبالتالي نحن نقدم الاتفاق على الاختلاف ونقدم المشاركة على المغالبة أحمد منصور الكاتب بجريدة السفير أشار لتوافقهم بالأمس في أقليم الخروب بسياغة اتفاق سياسي بلدي برجة كانت العقدة الأساسية أمام هذا الاتفاق في حين بقي الاتفاق على بلدة شحيم عالقا بانتظار التفاهم مع العائلات وقد أثمرت المشاورات للصيغة توافقية للانتخابات البلدية ببرجة وكتر ماية تقصمت ولاية رئاسة البلدية لثلاث سنوات أو إلى ثلاث ولايات كل واحدة من سنتين وتوزعت على مرشحي الأطراف طبعا نحن بالأمس صارت في جلسة إقرار الاتفاق صار في سلسلة جلسات بمكتب تيار المستقبل أولا بعدها مكتب الجماعة وبالأمس كنا في مكتب الحزب التقدمي وكان الشيخ أحمد الحريري وكان الأستاذ ظافر ناصر أمين السر العام بالحزب التقدمي وأنا وبالضمن هذا الجو صار في اتفاق طبعا من برجة إلى كتر ماية إلى كل البلدات وشحيم تركناها للعائلات في حوار من خلال كذلك نائب محمد الحجار لسياغ التفهم سيكون مماثلا لما جرى وهناك قرار على مستوى الأقليم ككل بكل البلدات صار في اتفاق عليها لا أبدا ما أنه بس بال برجة برجة كانت أساس نعم برجة كانت أساس اليوم بدو يصير إعلان التوافق صحيح في برجة أصمنا الولاية بين القوى السلسلة سنتين 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 شون بيضمن أنه يتم الإفاق؟ لا والإتفاق تامم ونحن عدمينه وما في مشكلة وعنا سيقة كاملة بتفاهمنا مع بعضنا البعض اليوم الرئيس الحريري سيعلن لائحة بيروت اليوم جريدة اللواء تقول أن بيروت على الموعد اليوم مع إعلان لائحة التوافق من بيت الوسط والتي يرأسها المهندس جمال عيتاني تضم 24 مرشح مناصفة بين المسلمين والمسيحيين وتم تزليل العقبات التي كانت تحول دون إعلان هذا التوافق تحديدا بين المرشحين المسيحيين مؤمن وصول هذه اللائحة أنا بقول سيد أسعد مع أنه لأنه فيه يبدو أن لائحة بمنافسة طبعا أنا بقول لو لا الرئيس سعد الحريري ولولا الأعمال التي قام بها والاتصالات التي أجرها ولولا الضغط المعنوي والسياسي الذي مارسه ما كانت لتولد هذه اللائحة وهذه اللائحة هي الوحيدة التي تستطيع أن تمثل أكبر مروحة سياسية من القوى وخاصة هذه اللائحة هي التي تؤمن التوازن الوطني بين المسلمين والمسيحيين فأنا أقول وأنصح الجميع لمن يحاول ولمن يحرص على أن تكون هذه الوحدة البيروتية المتجانسة موجودة أن يصطف حول هذه اللائحة وأن يقف خلفها لأن الرئيس الحريري بزل الكثير من جهده هذا أنا أقول بصراحة فيه أصوات إسلامية ومن ضمن أجواء التي طارحة بعض النظريات وبعض الترشحات تقول بأن المسلمين بشكله أكثر أنه نسبة 60% هذا الموضوع أخذوا الرئيس الحريري بصدره ومطلوب من الشارع المسيحي التحديدا وأنا هلأ بقاطب الشارع المسيحي التحديدا أنه هذا الاعتدال الإسلامي اللي بمثله التفاهم الذي يجري بين الجماعة الإسلامية بين تيار المستقبل بطريقة ما الرئيس برري والحزب التقدم الاشتراكي اللي مشارك كله في هذه الاتلافية الكبيرة في بيروت اللي ضمان تمثيل كل القوات السياسية في بيروت مطلوب من الشارع المسيحي أن يرد التحية وأن يكون فعال وأن يمارس دوره قوي والفاعل بتأكيد حضوره وبرد التحية بأحسن منها نعم ولكن مشكلة الشرع المسيحي هي ليست مع يعني مع رئيس حريري أو مع الشركاء المسلمين بهذه القصة المشكلة هي بين القوات والطيار كما قال ترولة إبراهيم بجريدة الأخبار عندما تم بحث شيطان التوزيع المذهبي طار التوافق بين الاثنين اختلفوا على أي مقاعد لأي مكون وبالنهاية تنقل عن ناشط بالطيار الوطني الحر قولوا لدينا خيارات كثيرة أحدها المقاطعة كما العام 2010 أو حتى دعم لائحة المعارضة ما بيتقديري أنه سيصل الطيار الوطني الحر إلى حد دعم لائحة المعارضة نعم في حلفاء القوات اللبنانية يلي هو عبتنسف هو بيهون كل السحر اللبنانية هل يعقل أنه والله يتفقوا بالبترو مثلا أو بدومة أو بأي بلدة ويختلفوا في بيروت اللي العظم أنا أعتبر أنه هون في مفارقة الأمر الآخر صار فيه توزيع ضمن الطواف يعني المسيحية ضمن المزاهب والمهم التمثيل هلأ المهم أنه والله جاي ممثل عن الأقليات ولا ممثل عن الروم أو عن وطن الحر المعادين الإنجيلي والسريين هو يرفض منهم مسيحيين يعني يعني ولا يقول لا في مسيحي بسمنة ومسيحي بذات لا ما بيصير المسيحي مسيحي والعضو كامل العضوية هو نحن نحكي بلغة طائفية لكن أنا بقول لا يعني الإنجيلي والغير لا يقول مسيحية عن أي مسيحية آخر كما تفاضل بين بالسحة السنية أو بالسحة الإسلامية فبالتالي العضو ممثل لكل المواطنين وله صوت فعل ومؤثر بكل ما يضرح بالمجلس البلدي بغض النظر عن خلفيته الطائفية هل الاستحقاء البلدي مهدد بمحل معين إذا بقي إضراب المعلمين وازداد حدتان يعني اليوم تقول جريدة النهار إضراب المعلمين بناء الثقة أولا إبراهيم حيدر بالنهار كتب عن إضراب المعلمين واقع هيئة التنسيق يقول اليوم لا يبشر بخير لا تقدم أي جديد باستثناء التأكيد أنها موجودة لكن غيرها يستطيع تأكيد ذلك أيضا معلوم أنه هدد المعلمين أنا بس بدي أحكي شغلة أنه نحن مشاركين ضمن نقابة المعلمين كجماعة اسلامية والجو اللي نقلوه أخواننا لأنه لن يصل بتقديري إلى حد مقاطعات الانتخابات البلدية ولا يوجد مصلحة أن يتحمل المعلمون تحديدا هذه الشريحة المظلومة اللي نحن مع حقوقها اللي نحن مع ظروفها اللي نحن مع وضاعات تابينة لا يمكن أن تتحمل شريحة المعلمين أمام اللبنانيين عامتان مسؤولية تعطيل الانتخابات البلدية نعم وبالتالي يعني ما بيوصل التهديد لن يصل إلى هنا وحق يطالبوا حق يطرحوا قضاياهم ونحن متعاطفين مع قضاياهم ومن مطالبهم لكن أين هي السلطة السياسية التي تستطيع أن تجيب عليهم أين هي السلطة أين هو مجلس الوزراء لكن ما بيستطيع الرئيس تمام سلام الله يكون بعونه لا يستطيع أن يعقد جلسة مجلس الوزراء يعني مجرد عقد جلسة مجلس الوزراء بيعتبر أنه والله أنه صار فيه إنجاز أنه صار فيه لأول مرة أنه إنجاز الحمد لله ما اختلفنا واجتمع مجلس الوزراء هذه الطبقة السياسية التي أفلست إلى هذا وعجزت إلى هذا الحد من العجز هل تستطيع أن توجد حلاً لقضايا المعلمين لقضايا المدرسين لقضايا أسيز التعليم لقضايا النفايات التي أغرقت البلد كلها فيها للأسف أقول هناك أداء سيء على مستوى السلطة هذا الأداء سيء ينعكس ليس فقط على المعلمين على كل قطعة شعب البناني بموضوع الرئاسي الجديد اليوم كشفته السفير عن أن الرئيس الحريري حاول خلال وجوده بموسكو وخاصة عندما التأى الرئيس بوتين بإطلاق دينامية دولية وإقليمية جديدة تفضي لانتخاب رئيس للجمهورية بتقول جريدة السفير أن السفير الروسي حمل هذا الطلب أو أخذ موعد من الوزير وليد المعلم ونقل خلاله رسالة من الإيادة الروسية بنفس المضمون فما كان من الوزير السوري إلا أن أبلغه برسالة واضحة ما تعزبوا نفسكم كثيرا اذهبوا إلى لبنان القرار بيد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله توافق أنه القرار هو بيد حزب الله ولماذا يتريت الحزب باتخاذ قرار سيوصل بالحالتين واحد من حلفاءه للرئاسة واضح أنه أولوية حزب الله السياسة هو الشأن الخارجي وما يجري في المنطقة خاصة تحديدا في سوريا نعم واضح أنه الحزب ينتظر ماذا ستقول إليه الأوضاع في سوريا وعلى ضوءها سيقرر شو بقدمه بأخر معه بشخص هل يعتبر أنه إذا انتصر النظام السوري بسوريا بالتالي سينعكس إجابا على حضوره على النساء والإقليمي ككل وبالتالي سيكون هناك رئيس وستكون هناك تسوية معينة تفرض حضوره على النساء والإقليمي ككل يعني أبعد من الرئيس هي قصة السلة نعم يلي نحكى عنها صحي فهناك تسوية يعني يحاول أن يصل إليها الحزب بتقديري نعم أن هذا خطأ تكتيكي سياسي للحزب أنه يقدم الأولويات في المنطقة على أولويات الداخل اللبناني هذا الأمر عم يدفع القوى السياسية ومنهم الرئيس سعد الحريري لأن يحاول أن يوجد ثغرة بهذا الجدار عبر عندما طرح الوزير الفرنجية كان بتقديره الرئيس الحريري كان بتقديره أنه الحزب سيوافق أنه الحزب سيوافق نعم وما وفق عندما يحاول مع الروسية كذلك ما حاول خبرية السنتان جماعة الإسلامية بتأيض طرح من هذا القبيل إذا كان بحل الأزمة بمحل معين نحنا بنعتبر أولا أنه الدستور ما لازم يكون عرضة للتغيير كل يوم حقيقة لمرة واحدة موقف مبدئي لمرة واحدة صار 17 المرة لمرة واحدة فبالتالي تعديل الدستور في أزمة في تحقيقه إنجاز التعبير يعني أنه لما بدي عدل الدستور بدي عكسرية سلطان مجلس النوار فتعديل الدستور بيجري من طريقتين أما عبر المجلس النبي بدون تلطان أو عبر مشروع قانون من الحكومة نعم ومشروع القانون من الحكومة يعني صار فيه توافق كل القوى السياسية وإذا اجتمع مجلس النوار بعكسرية سلطان ينتخب رئيس يعني ليش لي عدل الدستور ليش تلعت هالإشاعة هلأ وهيك سابق النار في الهاشيم يعني الكل يتحدث عنها جاء عزيز مثلا بالأخبار بيقول أنه هذا يعني فيه تلقف خليجي لهذا الطرح لخبرية السنتين والأمر يشير إلى أنه زمن انتظار العماد عون بدأ يطل على نهايته واضح أنه موضوع السنتين كان يرمي إلى أنه أرضاء العماد مشالعون أنه والله عامل رئيس ويرضي الطرف الآخر أنه هالسنة تانية بيخلصوا وغمد عين وفتح عين وبيجي دورك كأخوة منتظرة أخرى للأسف أكوة طب وبتمشي هيك والله يطول عمره يعني أنا فيه ناس عبيره أنه يرى أنه شو بد يصير أنه يمكن يموتر للعماد عون لأنه عمره متقدم إذا حزب الله هلأ نطر المنطقة إذا مشيوا الكل بخبرية السنتين يعني الحزب ما بيصير بمحل معين مخرج أنا شفت أنه حتى التيار العوني ما عنده مين يعني تستصليح مبارح التكتل كلام جاء عزيز نعم أنه يابا أنه إسا ما حدا حكي معنا بهذا الموضوع نطرين يعني مش رفضين بس موقف الرئيس بري الذي أعلن بالأمس وعتبر أنه هيدا لعب وهو ما بيطرح الطرف نعم ولكن المطران سامير مظلوم بيقول اليوم أنه إذا كان هيدا هو الحل الانتقالي بكركي ستبارك عندها مثل هذا التفاهم نفت بكركي بالأمس الكلام التي أشيها عن أنه والله في ورقة سلية مثل الرئيس هولندا الرئيس الفرنسي بأنه بالقبول أو بعرض تصوية لمدة سنتين نحنا أي عرض بوافع عليه المسيحيين يوجد مخرج للرئيسة من حيث الميناء من حيث المرضى ما عندنا ميناء ما عندكم من حفاظ القصير بعده مباشرة السعودية الجديدة